بالاجواء الباردة والحلوة عندي الدنيا كتير مطر حبيت اني قدم لكم سلطة سيزر كتير طيبة هالوصفة وكتير مشبعة اذا اول مرة بتتابعوني حطوا لي لايك واشتركوا معي بيلا نبلش الفيديو بالبداية رح نحتاج لاي نوعية خاصة عندكم انا استعملت الايسبيرج هو كتير طيبة بها الوصفة اطعتوا بهالشكل وبعدها رح نقطعوا لمكعبات تكون شوية خشنة بعدين رح نحتاج لخبز التوست فيكم تقطعوا الكمية اللي بدكم ياها انا استعملت قطعتين من التوست وقطعتهم لمكعبات وحطيتهم على جنب لتشربة التوست رح نحتاج معلقتين كبيرة من زيت الزيتون واحد فصل من التوم مهروس او فيكم تستبدلوه بالتوم البودرة ورح نحط معلقة من الزعتر البري انا خلطته مع شوية من الريحان الناشف وبعدها حركتم بهالشكل ورح نحتاج لقلاية على الغاز ونحط فيها الخبز لنحمص الخبزات طبعا فيكم تستعملوا الفرن اذا كان اسهل للكم وهلا حطيت صلصة الزيت الزيتون كلياتها على الخبز وحمصتهم بهالشكل قلبتهم على الخفيف وحاولت ان تكون لونهم دهبي فاتح بعدها رح نحتاج لتطويلة الدجاج شوية من زيت النباتي وشوية من التوم البودرة وشوية من الزعتر البري والريحان وفلفل اسود والملح اكتر من هيك لا تحطوا اي نوع بهار تاني بعدها منحركهم بهالشكل وبعدها منوزحهم كتير نعمل لها مساج شوية للدجاجة وبعدها بنفس القلة اللي حمصت فيها الخبز دهمت فيها شوية من الزيت النباتي فيكم تستبدلوا بزيت الزيتون وبعدها على نار عالية جدا لازم اشوح اول اشي الدجاجة لتاخد اللون الدهبي من جميع الاطراف وبعدها اتركها لمدة دقيقتين لحد ما تستوي تماما وهيك عندي صارت جاهزة لونها كتير بشاهي وريحتها هلأ رح نحتاج لصلصة سيزار رح نعملها بالبيت طبعا رح نحتاج لنص كوب من الميوناز وكمان من الخردل رح نحتاج مقدار معلقة كبيرة واحد فصل من الطوم مهروس وفيكم تستغنوا عنه بهاي المرحلة وشوية من الريحان والزعتر طبعا الوصفة هاي بتعتمد كتير كتير على الريحان الناشف والزعتر البري وطبعا رشات الملح وحركتهم وقال عادة انسيت احط الليمون رح نحط نص ليمونة بيكون كتير كافي واستمرت بالتحريك وهيك صارت جاهزة نيجي هلأ للمرحلة الاخيرة وهي وقت التقديم رح نحتاج لصحن التقديم ونحط فيه الخس اللي احنا فرمناه وبعدين نحط شوية من جبنة القشقوان فيكم تستغنوا عنها بس يبتعطي لمسة كتير طيبة لهاي السلطة وزعت خبز التوست بهالشكل وقطعت صدر الدجاج وحتى طبعا اكيد فيكم تقطعوا بالشكل اللي بدكم ياه بحس هالطريقة كتير حلوة تقطيعه وزينته بالسلطة وهيك صارت عندي جاهزة الوصفة هاي قنمة باللذاذة كتير طيبة كتير تبتشهي وكتير سهلة وكمان عن جد بتغنيكم انكم توقلوا بجنبها اي اشي لانها كتير مشبعة وما بتحتاجوا لا رز ولا اي اشي يعني هي هاي السلطة فيها كل المكونات بروتين دهون نشويات خضار يعني الشاملة اعجبكم الفيديو لو شوي حطوا لي لايك واشتركوا معي شكرا للمتابعة وسلام اشتركوا في القناة